موسيقى مشاهدنا في كل مكان مساءكم سعيد أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم بكل هدوء قضية الصحراء المغربية مسلسل الموائد المستديرة الإطار الوحيد الذي وضعه مجلس الأمن لمواصلة العملية السياسية والذي يتعرض للعرقلة بسبب المناورات وسياسة الغروب إلى الأمام التي تنتهجها الجزائر وصنيعتها البوليساريو نناقش كذلك في حلقة اليوم الدخول البرلماني الجديد مرهانات وفي السياق الراهن وهو سياق شديد الخصوصية يتسم بمواصلة تنزيل الأوراش التنموية لا سيما في ظل طموح النموذج التنموي الجديد مواصلة الحوار الاجتماعي كذلك واحد من محاور هذه الحلقة نسعد باستضافة الأستاذ عبدالهادي مزراري الكاتب الصحفي السي عبدالهادي أهلا بك أهلا وسهلا شكرا على المشاركة معنا اليوم السي عبدالهادي وكذلك في حلقة اليوم يحضر معنا الأستاذ هشام معروف الدكتور المختص في السياسات الاجتماعية السي معروف أهلا وسهلا مساءها خير وشكرا على الاستضافة شكرا لك ضيفنا الكريم في حلقة اليوم كذلك معنا المحلل السياسي الأستاذ خليد فتحي السي خليد مرحبا بك مرحبا شكرا على السكلاف وفي حلقة اليوم يشارك معنا الأستاذ عبدالفتح نعم الباحث في العلوم السياسية السي عبدالفتح مرحبا بك أهلا وسهلا وسهلا لك سمير شكرا شكرا لكم إذن ضيوفنا الكرام ونبدأ مع كاسي عبدالهادي الحديث عن قضية الصحراء المغربية في مجلس الأمن وتكريس الموائد المستديرة هذا المسلسل وفقا لقرارات مجلس الأمن والذي يحدد المشاركين الأربعة وهم المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو هل من الماحة في بداية هذه الحلقة حول هذا المسلسل الموائد المستديرة الذي يتكرس اليوم بقرارات مجلس الأمن؟ بداية موضوع الموائد المستديرة الذي ينظم تحت إشراف الأمم المتحدة في موضوع إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء ليس بالجديد بل كان هذا الموضوع مطروحا حتى في سنوات سابقة ولكن الجديد بالنسبة لهذا الموضوع في ظل القرار 26-02 وهو أنه حدد الأطراف الرئيسية في هذه القضية وبالتالي كما لاحظنا أنه في القرار الذي صدر قبل سنة تقريبا السنة الماضية أنه ركز على أن الجزائر هي الطرف أساسي في هذا النزاع وهو الأمر الذي ترفضه الجزائر بطبيعة الحل التملص من مسؤوليتها في افتعال هذا النزاع وفي دعمها لجباة البوليساريو بالنسبة لنا الآن في هذا القرار 26-02 والمتعلق بإجراء موائد مستديرة تحت إشراف الأمم المتحدة هو هدف أساسي يشكل الهندسة الجديدة في التعامل من مجلس الأمن مع قضية الصحراء خاصة بعض الاعترافات دول الرئيسية وأساسية في المنتظم الدولي بمغربية الصحراء والذي يجرنا إلى منطقة الكشف عن الفاعلين والمتورطين الحقيقيين في هذا النزاع أعتقد بأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن معها تمرسوا على هذه المهمة ونقول بشكل موجز أنهم على مقربة من وضع اليد على الجرح لا سيما أن مجلس الأمن في قراراته يؤكد على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي ومرجعية هذه المبادرة هذا نجاح كبير للمغرب والدبلوماسية المغربية على الصعيد العالمي في مجلس الأمن الأمم المتحدة وفي المنتديات الدولية بطبيعة الحال النجاحات التي راكمها المغرب والاعترافات الدولية بالمجهود التي تقوم به الدبلوماسية المغربية في هذا المجال وكذلك حتى بقيادة جلالة الملك بطبيعة الحال بالإضافة إلى التنمية التي تعرفها المناطق الجنوبية اليوم أصبحت تضاهي العديد من المدن الكبرى وفيها العديد من الاستثمارات هذا اللي كيبين على أنه المغرب ماضي في السياسة ديالو والمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها ولابد ما أنه رجع العقل للجارة الجزائر للأسف لأنها دائما صلب المشاكل وهي التي مريضة بمرض جنون العظمة عندما المغرب لا يمكن أن يصل لك النتائج والإمكانيات والتنمية التي تعرفها من خلال الجهود التي تقوم بها الدولة المغربية فالفشل ديالهم تعبره أو تدبيرهم للشؤون ديالهم لأننا المغرب مغرب غني بالعنصر البشري دياله ليس غني بالغاز ولكن تنمويا واقتصاديا وديبلوماسيا نحقق العديد من المكسبات ويسير في المصار الصحيح وفي هذا السياق سي هجام معروف يعني قرارات مجلس الأمن وقضية الصحراء المغربية في مجلس الأمن اليوم تتكرس الموائد المستديرة رغم المناورات ورغم سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها الجزائر وصانعتها البوليساريو اليوم هذا تحصيل حاصل سي خالد فتحي بطبيعة الحال هناك عدة جلسات سيعقدها مجلس الأمن في بحر هذا الشهر خاصة بالصحراء المغربية المنتظر منها أن تؤكد جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوته الشخصي إلى الصحراء المغربية وكذا تمديد عمل المينورسو ثم وهذا هو المهم حتى الجزائر على حضور الموائد المستديرة هو منذ سنة 2018 كان هناك القرار 24-40 ثم القرار 24-50 في 2019 ثم القرار 24-94 في 2019 كذلك 25-48 في 2020 والقرار الآخر 26 سفر جوج في سنة 2021 كل هذه القرارات أشارت إلى ضرورة تبني حل سياسي واقعي ولم تشر إلى خيار الاستفتاء وبالتالي يعد الاستفتاء الآن في منظور الأمم المتحدة ومجلس الأمن هو خيارا متجاوزا وليس بالخيار الواقعي الجزائر الجزائر تتهرب من المسؤولية تتملص تريد أن تترك مشكلة الصحراء المغربية حجرة في حداء المغرب لتأوقعه عن تحقيق التنمية وعن احتلال موقعه الإقليمي والدولي الجزائر في الحقيقة أو النظام الجزائري هو يعاني من أزمة هوية وبالتالي لا تتحقق الهوية الجزائرية إلا في صراع مع المغرب وهذا اعتقاد خاطئ وخاطئ جدا كذلك نعرف أن الجزائر لها طموحات جيوستراتيجية وتريد أن تنفذ إلى المحيط الأطلسي الجزائر التي لا تنتبه إلى النعم التي حباها به الله لها واجهة على البحر المتوسط ولها معادن نفيسة ويمكن أن تستغل كل هذا في مصالح شعبها ولكنها تنفس على المغرب واجهته الأطلسية ولا تتبنى الرؤية استراتيجية لصاحب الجلالة والمغرب التي ترى بأن الحل بالنسبة لمنطقتنا هو الحل المغاربي نعم أكثر من ذلك سي خاليد الجزائر الطرف الرئيسي في المأساة التي تحدث على أراضيها في مخيمات تيندوف تابعنا طبعا العديد من المداخلات والملتماثات التي قدمت أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خبراء دوليون سياسيون صحفيون أكاديميون باحثون يعني كلهم قالوا بأن الجزائر هي الطرف الرئيسي في المأساة التي تحدث على أراضيها في مخيمات تيندوف يبدو بأن الخناق يشتد على حصوم الوحدة ترابيسي أبد الفتح نعم ولماذا تتحرب الجزائر في الحقيقة من هذه الموائد المستديرة أو مسلسل الموائد المستديرة وهي آلية أممية إجراء تتحرب لأنها داخل هذه الموائد المستديرة النقاش يكون مضبوطا بأجندة بجدول أعمال مضبوط سقفه هو القرار مجلس الأمن في الحالة هذه التي أمامنا هم حضروا مرتين يعني جربوا مرتين وضيق عليهم الخناق أثناء النقاش لأن يتهربون لأنه المسألة مرتبطة بأن الجزائر تريد شيئا واحدا وأن تجتر نفس الأسطوانة القضية قضية تقرير مصير القضية قضية تصفية استعمار القضية قضية استفتاء وما إلى ذلك في حين أن حينما تطرح المفردات المسؤولون الأمميون من يكون حاضرا في الموائد المستديرة يقلب الأوراق يمينا ويسارا هذه المفردات غير موجودة في جدول الأعمال يعني أنت تتكلم خارج الأجندة خارج جدول الأعمال الموائد المستديرة واللقاعات وبالتالي يجدون أنفسهم محرجين لأنهم يجرون إلى جدول الأعمال جدول الأعمال فيه النقطة التي ذكرتها النقطة المرتبطة بالمحتجزين في مغيمة تندوف ومسؤولية الجزائر عنها مرتبطة أيضا بمسلسل الحكم الداتي والدعم الأممي له والسمو الذي يوصف به على مستوى قرارات مجلس الأمن جميعها منذ العام 2007 وصولا إلى القرارة 26 يجدون أنفسهم أيضا مجبرين على أن تكييف النزاع قانونيا في الأمم المتحدة هو نزاع إقليمي يعني المغرب لا ينزع نفسه يعني هو نزاع إقليمي الجزائر طرف طرف في النزاع ومنذ أول قرار لمجلس الأمن منذ العام الأسبوعين الجزائر طرف يعني هي دائما طرف دائما كانت طرفا بالنسبة لمجلس الأمن ثاني نقطة في التكييف القانوني التي تتملت من الجزائر هو أن النزاع هو نزاع أمن وسلم وليس مسألة تصفية الاستعمار تصفية الاستعمار انتهت منذ أن خرجت إسبانيا منذ أن أعلنت إسبانيا في وثيقة لدى الأمم المتحدة بأن مسؤوليتها ووجودها في الإقليم قد انتهت وبالتالي هذا هو المآزق العملية والقانونية والنظرية التي يجد أمامها عسكر الجزائر أنفسهم مجبرين على أن لا يفعلوا شيئا سوى الهروب من موائد المسادرة الهروب إلى الأمام ربما استخليد فتحي هو ما تقوم به الجزائر وصنعتها البوليساريو وذلك لإطالة أمد هذا النزاع الإقليمي المفتعل اليوم كل النجاحات التي تحققها الدبلوماسية المغربية تشدد عزلة الجزائر وخصوم الوحدة الطرابية بطبيعة الحال هناك زخم دبلوماسي مغربي هناك الاعتراف الأمريكي واعتراف دول أوروبية وازنة بالحل الذي يقترحه المغرب حل الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية تقرير جوتيريس الأخير أشار إلى تدهور العلاقات المغربية الجزائرية والذي تتسبب فيه الجزائر لأننا لا ننسى أن جلالة الملك دائما ما يمد اليد للجزائر وهنا المغرب يريد أن يخلق بيئة مناسبة لتحقيق السلم والسلام في هذه المنطقة التي تؤثر في استقرار العالم تقرير جوتيريس كشف في الآوينة الأخيرة أكاديب جبهة البوليزاليو وراعيتها الجزائر تحدث عن أن تلك الحرب التي تقول البوليزاليو أنها تشنها هي حرب نبهمية وصفها بالمنخفضة الشدة ذكر تحدث بلهجة صارمة تجاه ميليشيات البوليزاليو التي تحاول عرض قد تعامل المونيرسو كذلك هناك هؤلاء الخبراء الدوليين الذين أشاروا إلى أن البوليزاليو وهو في الحقيقة منظمة إرهابية انفصالية تنشط في الملتقى في مكان بين المغرب وموريطانيا ومالي وهذه المخاطر اليوم السيخة لفتحي باتت مثار حديث دولي متنامي هناك مخاطر حقيقية وهناك ارتباط وثيق ما بين الانفصالية والإرهاب وناصر بوريطا وزير الخارجية كان قد تحدث عن أن الإرهاب والانفصالية هما وجهان لعملة واحدة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تابعنا الكثير من الملتمسات التي وثقت بالدليل الدامغ الارتباطات ما بين الجبهة الانفصالية المسلحة وما بين التنظيمات الإرهابية كيف تقيم هذه المرافعة المغربية اليوم في هذا السياق الراهن؟ جوابا على سؤالكم فيما يتعلق بهذه المرافعة وأقول أسلوب الجديد في تعاطي الخارجية المغربية مع نزاع الصحراء على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكذلك مع الفاعلين الأساسيين في العلاقات الدولية وفي المحيط الإقليمي أقول بأن حدث هناك تغيير وأقول ما يشبه زلزال في بنية هذا الملف على الصعيد الدولي وقد لاحظنا ذلك منذ أحداث القرقرات منذ اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء ومثله كذلك من قراراتنا للمستوى دول وازنة مثل ألمانيا وإسبانيا نحن بصدد التوجه إلى مرحلة جديدة ربما الخصم لا يعي بهذه التحولات ولذلك ما زال هو يتحدث بأسلوب السبعينيات والستينيات من القرن الماضي فعلا الأمور تتجه نحو أمرين أساسيين على مستوى مجلس الأمن وأقول على المستوى الأول وهو تحديد الجزائر بصفتها طرفا رئيسيا في هذا النزاع وهنا نقترب من الحل إذا تحدثنا فعلا مع الجزائر على أسس أنها طرف وصبب أسيسي في هذا المشكل إضافة إلى ذلك هناك توجه دولي كما تفضلتم في سؤالكم فيما يتعلق باعتبار الجبهة البوليساريو جبهة منظمة إرهابية وانفصالية نحن نتحدث الآن فيه تقارير دولية وفيه ملتمسات موثقة ووثائق تكشف أن تندوف كما تقول بعد هذه التقارير هي بؤرة لقمع الساكن المحتجزة ترتبط بشبكات إرهابية وبمهربي الأسلحة والمخدرات والأشخاص هذه المخيمات الواقعة في جنوب غرب الجزائر تعد اليوم مرتعا ضخما الإرهابيين والخارجين عن القانون لدي العديد من التقارير طبعا هي كثيرة جدا توثق لهذه الانتهاكات الجسيمة ولهذه الارتباطات يعني ما بين جبهة البوليساريو والجرائم المنظمة العابرة للحدود وكذلك الإرهاب كيف تقيم بنفس السؤال الترافع المغربي في هذا السياق بالتأكيد أن الجزائر اليوم هي مرأة يعني برعايتها لفعالة أراضيها سكان تندوف والمنظمات الإرهابية يعني جميع الويلات التي تأتي عبر الحدود الجزائرية في مختلف القضايا حتى المؤخرا ما شفنا يعني لا تبدل أي مجهود يعني عند كان مشكلة الأفارق التي كانوا عبر يعني التي توجهوا نحو إسبانيا هذا حكيبين أنه يعني ما كانش واحد المجهود من طرف الدولة دي الجزائر يعني في محاربة الإرهاب قضية الوحدة الوطنية هي قضية المغرب حاسم في الموضوع دياله مشاء في المصاري ديالتينمية لابد من ركزوا على هذه المسألة ديالتينمية للأقاليم وديال أن المواطني يتمتعوا بجميع الحقوق ديالهم داخل البلد ديالهم الوطن ديالهم فالإشكال إشكال مسألة حسم ديال الأمم المتحدة في الموضوع وينتهي هذا الموضوع لأنه كلف المغرب والمغاربة الكثير واليوم مع الجميع أصبحت يعني أصبحت يعترف بحقية المغرب على أراضيه وبالتالي فمسألة الجزائر هي قضية تغطي بها على مشاكلها الداخلية من خلال تدبير الكابرانات لسياستها الخارجية في هذا السياق دائما سي عبد الفتاح نعوم يعني شبكات الجريمة العابرة للحدود ونقرأ من هذه التقارير الكثيرة جدا والملتمسات الموثقة التي قدمت أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة نقرأ في بعضها أن شبكات الجريمة العابرة للحدود تجد في المخيمات مخيمات تندوف قاعدة خلفية توفر لها الطعام هذا الطعام من أين يأتي كما تقول هذه التقارير يأتي من المساعدات الإنسانية المختلسة إذن هي جرائم متعددة مترابطة متراكبة يضاف إليها جريمة أيضا بشعة وهي جريمة استغلال الطفولة وتجنيد الأطفال هذه جرائم كبيرة وتسائل الضمير الإنساني سامير من يرتكب بالجريمة الأولى لا يكون لديه أي مانع من الارتكب جرائم أخرى مطلاحقة من الإخفاء الجريمة الأولى الجريمة الأولى الأساسية هي افتعال هذا النزاع وهي تهجير الأطفال قصرا من الذين يوجدون الآن في المخيمات وأعمارهم 60 سنة أو 70 سنة هم كانوا أطفالا حينما هجروا قصرا في العام 75 وهذه بالمناسبة جريمة لا تتقادم في القانون الدولي هذه الجريمة لا تتقادم الآن المشكلة هو أن هناك متغير جيوسياسي هو المتغير الذي تضمنته وطيقة مدريد المتعلقة بالناتو والتي تتكلم لأول مرة عن خطر الساحل والصحراء خطر الساحل والصحراء تفاقم كثيرا يعني جميع ما يقض مطجع الأمن العالمي الآن ويوجد على أجندة فاعلية الأساسيين يعني نتكلم عن الإرهاب ونتكلم عن شبكة التجار في البشر غسيل الأموال الجريمة المنظمة كل قضايا الكبرى الآن التي تقض مطجع الأمن العالمي توجد في الساحل والصحراء في أبهى حلة مستفيدة من طره الوضعية الدول هناك عدم قدرتها على إنفاذ القانون عدم توفر على مؤسسة أمنية قادرة على أن تصد هذه المخاطر هذا كله يهيئ بيئة أمنية حاضنة لمختلف المشاكل ما الذي تراهن عليه الجزائر فيما يتعلق بتندوف تراهن على أن تتحول مشكلة التندوف التي هي تطرح عليها كمعضلة قانونية أمام أنظار الأمم المتحدة باعتبارها مسؤولة عن أحد ملامح النزاع المفتعة حول الصحراء المغربية والذي هو الملمح الإنساني الموجود في تندوف تريد أن تحولها إلى ورقة ضغط تفاوض بها القوى العظمى تفاوض بها الناطو باعتبر أنها كما أمكنها أن تتوفر على هذه المخيمة التي فيها على الأقل المئة عنصر يشتغلون على التوازي بين التنظيم البوليزاري والانفصالي وبين تنظيمات إرهابية أخرى القاعدة وبوكو حرام وداعش وغير سائر المفردات بإمكانهم أن يوفروا فرصة أو ورقة في أيديهم يمكن أن يفاوضوا بها القوى الأوروبية والناتو وغيرها فهذه المغامرة الغبية المجنونة التي يقوم بها عسكر جزائر بربطهم بها بين مخيمات تندوف وبين الوضع الإنسان المزري الموجود فيها الخارج عن أي رقابة بالمناسبة لم يسمحوا ولو لمرة واحدة للمندوبية السامية لشؤون اللاجئين تبع الأمم المتحدة أن تدخل إلى هذه المخيمات لم يسمحوا في يوم من الأيام للأمم المتحدة أو لأي مؤسسة أو هيكل أو جهاز من أجهزة الأمم المتحدة أن تحصيها أو للناس وأن تقف على هذه المخافر هذه اللعبة مجنونة خطرة تلعب فيها الجزائر وكأن ساكنة تندوف أصبحت أصلا تجاريا في يد الجزائر تتلعب بهم يعني كيفما تشاء وهذا يطرح يعني استخالد فتحي إشكال قانوني إشكال حقوقي إشكال إنساني ما يتعرض له سكان تندوف يعني من جرائم ويعني يمنع دخول المراقبين الأمميين يمنع إحصاء هؤلاء الناس يعني لا نعرف المساعدات الإنسانية كيف يتم تدبيرها هناك تقارير دولية موثقة أوروبية وغير أوروبية تقول إنه يتم تحويل هذه المساعدات إلى أرصدة زعماء الانفصاليين يعني كل هذا الوضع الملتبس كل هذا الوضع الذي يؤشر على جرائم ضد حقوق الإنسان يسائل اليوم المنظومة الأممية يسائل عقلاء العالم يسائل المثقفين كيف نترافع بهذا الملف وطبعا ناجح هذا الملف كل مقاومات نجاح متوفرة من أجل الترافع هو لم يعد سرا أن المساعدات الإنسانية تتحول إلى أرصدة يعني هؤلاء الذين يقومون بجريمة جريمة الاحتجاز في تندوف لكن ما يسائل الضمير الدولي والضمير الأممي بالخصوص هو كيف لمساعدات إنسانية تتحول إلى مصدر إمداد لحركات إرهابية هذا هو الذي ينبغي هذه الزاوية التي ينبغي أن نترافع من خلالها منطقة الساحل والصحراء هي مرتع للإرهاب والبوريزاليو أصبحت له علاقات هيكلية مع العديد من المنظمات الإرهابية التي تعيث فسادا في هذه المنظمة وهذا يزعز الاستقرار والأمن الدولي وهذا يزعز الاستقرار ويسائل دور الجزائر في كل هذا وهذا ما يرشح الجزائر إلى أن تصبح يعني محطة عقوبات في المستقبل المنظور من طرف المجتمع الأممي هناك تحولات متسارعة في العالم وبالتالي الدور الجزائري أصبح مكشوفا ولن يعود بإمكانها استغفال العالم إلى ما نهاية لسيما الجزائر سيخالي تفتحي في هذا السياق الجزائر تفوض تدبير وإدارة جزء من ترابها لجماعة انفصالية مسلحة تتكشف خيوط الارتباط مع تنظيمات إرهابية ولسيما في هذه المنطقة الحساسة من العالم وتزعز على الاستقرار العالمي الاستقرار العالمي أنا أعتقد أن الجزائر الآن الكل يعرف أن هي الطرف الرئيسي وما تتدرع به من أن عدم حضورها هو لمنع المغرب من تصويرها كأنها طرف رئيسي وأمر مردود عليها وبالتالي لا بد أن نرافع في هذا الاتجاه لإجبار الجزائر على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لأن المغرب لا يمكنه أن يتفاوض رأسا لرأس مع جبهة فاقدة للقرار ولا تستطيع اتخاذ قراراتها اعتمادا على قناعاتها بالمقابل سيخاليدي يلاحظ بأنه فيه تنامي دولي سيبد الهادي وفيه تزايد للدعم لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي في مقابل انكشاف هذا المخطط مخطط خصوم الوحدة الترابية والمناورات التي يقومون بها وسياسة الهروب إلى الأمام في المقابل هناك دعم دولي متزايد وزخم داعم لقضية الوحدة الترابية المغرب يخطل خطوات الحاسمة ربما لطي هذا الملف بشكل نهائي هو نعم في القاهات هناك قاعدة تحكم هذا الملف وهو أن هناك تنائية متناقضة كلما تقدمنا على مستوى الحصد الأوراق الدبلوماسية على الصعيد الدولي الداعم لمغربية الصحراء كلما تكشف الجانب السيء والمظلم في دور الجزائر وصانعتها البوليزاريو في هذا الملف نحن رأينا بأن الدعم الدولي الكبير في ظل هذا الزخم الدبلوماسي الكبير الذي يعرفه المغرب أتى بنتائج جيدة وهي أولا أصبح أن العالم على مرأة مما يحدث في مخيمة تندوف وأصبح يعرف بأن الطرف الرئيسي في هذه العملية هو الجزائر وجوابا على سؤالكم أقول بأن النتائج الدبلوماسية الجد إيجابية التي حققها المغرب طبيعة لحال كانت مبنية على أمور كثيرة وعلى أسس قويم غاعمدها أولا المنهج الديمقراطي الذي اعتماده المغرب في التعامل مع سكان الصحراء أضف إلى ذلك منهج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي يعد أسسا وأصبح شاهدة يضرب بها المثل على الصعيد الإقليمي والدولي كذلك فيما يتعلق بتعامل مع المغرب أو سلطات المغربية مع هذا الملف تعاملت معه على أسس أنه حق مشروع تاريخي عكس الطرف الآخر الذي كان يبني أطرحته على أفكار لا أسس لها من الواقع وتعود للحرب الباردة ولإديولوجية كان الغرض منها هو التضييق على جار وخلق علاقات متوترة لقد كان ذلك واضحا بالنسبة للدول العربية التي أرادت الجزائر أن تحشرها في هذا الملف وانعكسها بشكل واضح على انعقاد قمة العربية في الجزائر التي ما زال حتى الآن متعترا ولم ترى النور بسببه ما تكشف من حقائق للجميع بسبب الدور الذي تقوم به الجزائر في هذا الملف في هذا السياق دائما أستاذنا الفاضي السي عبدالهادي هناك تقارير دولية والحقيقة أن العديد منها طبعا لا يمكن حصرها لا سيما أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تحدثت عن ظروف يعني ظروف المأساوية التي يعيش في ظلها سكان تندو السي عبدالفتح نعم أقرأ لك من بعضها وهي طبعا منظمة تعليم الأطفال الدولية تقول في الوقت الذي ينعم فيه قادة البوليساريو بحياة مطرفة ولديهم ممتلكات في أنحاء من العالم ما يزال سكان مخيمات تندوف محاصرين في ظروف أقرب إلى السجن دون أن ينتصر لهم أحد أمام الفساد المستشري في صفوف قادتهم اليوم الوهم يتبدد والحقيقة تتكشف عارية أمام المنتظم الدولي بأن ما يحدث فقط هو حفنة من الناس تسيطر على جموة من الناس وتغتني وتثري وتملأ الأرصد البنكية في العالم على حساب هؤلاء المحتجزين في مخيمات تندوف سياب الفتاح طبعاً هذا لم يعد محتجاً لأي تدليل عليه لأن العالم أصبح يعرف هذا هناك فضائح متثالية لأبناء مسؤولين في بوليزاريو يمتلكون مصحات يمتلكون مؤسسات استثمارية في دول أو في دول يعني فيها أنظمة سيئة جداً ديكتاتورية جاءت من قلابات عسكرية أو جاءت من رحم تحولات غير ديمقراطية بالمطلق يعني في أمريكا اللاتينية وفي القارة الإفريقية وغيرها هذا بات معروفاً بل أكثر من ذلك حتى الاختلاسات للأموال التي باتت تعرف يعني الشخص الذي أوكلوا له تمثيل بوليزاريو في أوروبا ويتنقل دائماً ويتكلم وهو من أصل مريكاً أساساً يعني لا علاقة له أساساً حتى بالأقادم الجنوبية لبسخير حمر أول بودي الدهب في أكثر من مرة ثبت عليه يعني اختلاس مليارات دولارات يعني نتكلم عن أموال ضخمة أرقام فلكية يعني أن تنهب وتسرق هذا بات معروفاً بالمقابل ما يجري فيه بخيمة تندوف ووضع غير قانوني بالمطلق لأنه من هو تنظيم بوليزاريو حتى يكون لديه سلطة الاحتجاز والاعتقال والمحاكمة والوضع في السجن قانونياً ليس مخولاً بوليزاريو ليس دولة يعني حتى يكون بوليزاريو دولة ينبغي أولاً أن يتوفر على شرائط وأركان الدولة المحفوفة بقراء الاعتبار في القانون الدولي التي هي أساساً الإقليم والسكان والسلطة السياسية ثم بعد ذلك يمكن أن يصل إلى مستوى الاعتراف الدولي ثم آنذاك يمكن أن يصل لدولة يمكن أن تقوم بهذا الأعمال أعمال الاعتقال وما يرد الأكثر أسوأ من ذلك الجزائر تقوم بذلك أيضاً يعني السلطات الجزائر والجيش الجزائري بل الأكثر من ذلك سأذهب بعيداً في هذا المستوى كل ما كان قد قيل في الفترة السابقة عن إعديامات خارج القانون أعراضة الجزائر أن تتهم بها بالمغرب قصف لمركبات أو شاحنات أو ما إلى ذلك كل هذا ما الذي كانت تريد من ورائه سلطات الجزائر أن تقول للسكان أنه من أعراض منكم أن يخرج من هذه المخيمات فمصيره أحد اتنين إما أن تقتنسه يعني بنادق الجيش الجزائري أو أنه سنقتنسه ونقول أن المغرب هو الذي قام بالقتل وبالإعدام وهناك جرائم موتقة جرائم موتقة متتالية يعني بشهادة كل دول يعني الدول المحيطة بالأقليل وأيضاً الأمم المتحدة والأكثر من ذلك هو أنه ما هو سيد الأدلة في هذا الموضوع ودعوا الأمم المتحدة تذهب لكي تحقق ولكي تستمع يعني إذا كنتم تنفون عن أنفسكم هذه الجرائم دعوا الأمم المتحدة دعوا الأجهزة الأساسية للأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن تدخل إلى هذه المخيمات لكي تبحث لكي تسأل على الأقل المينورسو أليست مؤسسة تابعة للأمم المتحدة والأجهزة الممتحدة ومهمة وهي مراقبة اتفاق وفتلق النار ومراقبة كل تفاصيل المحيطة بهذا النزاع لماذا لا تسمحوا للمينورسو أن تراقب وأن تدخل وأن نعرف من تقاريرها في حق النساء سجلت الكثير من جرائم القتل خارج القانون هناك جرائم موثقة دوليا وربما الأمر يحتاج إلى أن تقدم هذه الوثائق إلى الهيئات الأممية المختصة لأن في نهاية المطاف هذا الالتزام أخلاقي قبل أن يكون شيئا آخر سعب الفتح هو الالتزام أخلاقي وقانوني أيضا لأنه المشكلة أين تكمن هو الآن الجزائر ترفض أن تتبنى التكييف الأممي القانوني لهذا النزاع المفتعل باعتباره نزاع أمن والسلم نزاع إقليمي موضوعه والأمن والسلم ومنذ العام 1975 بدأ هذا التكييف يتهربون من هذا التكييف لماذا؟ لأنه إن سلموا بهذا التكييف وأزالوا من ألسنتهم لأنه أدمغتهم وأدنهم يعرفون الحقيقة يعرفون أن الموضوع لا علاقة له بالتصفية الاستعمار أن الموضوع انتهى منذ أن الاستمرصفية عندما خرج الإسبانيا المغرب استعاد أرضه باتفاقات ونصوص قانونية وبإرادة شعبية وبجميع الوسائل التي تجعل دولة معينة تسترجع أراضيها التي كانت محتلة في السابق لكن هم يتهربون من هذا لماذا؟ لأنه يعرفون أن هناك بنود أو هذا النزاع المفتعل فيهم مستويات متراكبة بعضها فوق بعض رأسها هو التكييف القانوني يتهربون من الاعتراف للأمم المتحدة بالتكييف الأمم الذي تقول به الأمم المتحدة منذ العام 75 لكي يجعلوا كل المندرجات التي تحته بما فيها موضوع تندوف وموضوع الأطفال وما إلى ذلك كلها يقولك لا حل معي المسألة الأولى أساسا أنا أقول أن الموضوع يجب أن يكون هناك استفتاء أولا بعد ذلك فلنتكلم عن ملفات الأخرى هم يعني يريدون أن يجعلون المسألة هكذا ما يجري الآن المعتمدة قانونيا في الأمم المتحدة شيء وموضوع إن موضوع الإنساني المرتبط بتجنيد الأطفال بالاحتجاز بالاحتجاز قصرا بالتعديب كل هذه هذا موضوع آخر يعني المصار الأممية التجه إلى فصل الموضوعين عن بعضهم البعض إضافة إلى الملف الثالث الملح الآن وهو المسألة الإقليمية التي أصبحت تجعل إنهاء هذا النزاع المفتعل ممرا إلزاميا لمواجهات ومناكفة الإرهاب والتطرف ربما سي عبد الفتاح نعوم وضيوفنا الكرام كل هذا يجري في ظل تنمية في الأقاليم الجنوبية وكذلك على صعيد المملكة هناك مشروع كبير هو النموذج التنموي الجديد هناك أوراج تنموية سي معروف تجري على قدم وساق نتحدث مثلا عن مشروع الحماية الاجتماعية نتحدث كذلك عن المثاق الجديد للاستثمار إصلاح المنظومة الصحية تعديل مدونة الأسرة هذه أوراش كبرى يعيش المغرب على إيقاعها وطبعا المناسبة هي الدخول البرلماني الجديد وهو محورنا الثاني اليوم كل هذه الملفات مطروحة على طاولة النقاش بين الأغلبية والحكومة لكن هذه ترسانة قانونية كبيرة جدا هل يتسع الزمن التشريعي لنقاش كل هذه القوانين معروف أم أنه ربما سيمتد الأمر في الزمن طويلا بطبيعة الحال دخول البرلماني القادم سيكون دخولا برلمانيا ساخنا لماذا لأن هناك العديد من التحديات أمامهم بينهم مشروع الحماية الاجتماعية وتنزيلها لأنه يجب الاشتغال بوتيرة متضاعفة من أجل أنه إنزال ذلك إلى حتى ينعمل مغاربة بحماية الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالصحة لجميع وكذلك ما يتعلق بإصلاح صندوق التقاعد إضافة إلى الأزمة الطارئة للمشكلة الماء التي أصبح مطروحا في كثير من القوانين التي تحتاج إلى النقاش ويشهد المدى الزمني الزمن التشريعي سيتسيع لنقاش كل هذه القوانين وللتوافق ما بين الحكومة والمعارضة في هذا السياق بطبيعة الحال بالإضافة إلى العمل الرقاب الذي يقوم به البرلماني وبالتالي تشريع حتى القوانين التي يمشأ نهاك بدأ لأن الحكومة اليوم أمام تحديات وأمام مشاكل جماعية كبيرة التي تتوالى جراء ميجري في العالم وبالتالي يجب على السعدة البرلمانيين أنهم يقطعوا اقتراحات للحكومة في تدبير هذه القضايا وفتحا النقاش من خلال اللجن البرلمانية من أجل إيجاد حلول بدأت على كل حال السمعروف يعني لجنة المالية تناقش موضوع ميثاق الاستثمار سي عبدالهادي يعني بدنا في الليجان كان ناقش المشاريع القوانين المطروحة لكن كما توجهت بالسؤال السمعروف يبدو بأن الزمن التشريعي يداهم ويخشى كما تقول المعارضة على الأقل من هضر الزمن التشريعي هل ربما نحتاج ربما إلى مزيد من الوقت هو صراحة الحكومة الآن أصبحت تعمل بين سرعتين مختلفتين وإن أردنا أن نقول بأن المغرب يسير بها سرعتين المختلفتين سرعة استراتيجية على مستوى القرارات التي تتخذ على المستوى عالي من الجهات العليا والمتمثلة أسسا في مشاريع استراتيجية كبرى مثل النموذج تنموي كذلك المشروع الصحي كذلك بالنسبة لعدد من المشاريع للاستثمار إلى غير ذلك لكن أعتقد أن الحكومة عندما تريد أن تعمل من خلال استصدار قوانين وتشريعات معبر البرلمان لتنفيذ هذه المشاريع وتنفيذ هذه الأورج تجد صعوبة كبيرة أرى بأن البرلمان في المغرب يجب أن يخضع لا أقول من هذا المنبر إلى هيكل جديد في طريقة عمله من أجل أن تكون لديه مكات من أجل تغطية كل هذه المشاريع المغرب تغير وكما أنينا قبل قليل بأن المغرب يحصد هنا انتصارات كبيرة على المستوى الدبلوماسي لديه مشاريع وعلاقات استراتيجية وشاركات مع دول كبرى ربما يجب الإسراع كما يقول البعض يجب الإسراع بإخراج هذه الترثان القانونية نحن أمام يعني قوانين كثيرة منها مثلا تعديل مدونة الأسرة منها القانون المتعلق بالمنافسة والأسعار منها كثير من القوانين مثق الاستثمار كذلك هذه أورش كلها كبيرة وأحيانا في اللجان يتعطى الإخراج أو يتعطى النقاش الذي يكون أحيانا ساخنا بين المعارضة ومثلي الأغلبية كيف يمكن تسريع هذه الوتيرة نعم هذا هو صلب الموضوع لأقول بأن البرلمان هو بحاجة أن يفاعل طريقة عمل من داخل هذه اللجان وأن ينظر فيها بالنفس السرعة التي تسير بها الأمور وإلا فإن سنكون قد نهينا دورة تشريعية بدون التعمق وبدون النظر نحن لسنا فقط أمام مشكلة النظر من حيث الكم ولكن أيضا مناقشة هذه المشاريع وهذه القوانين يجب أن تتم حتى على مستوى الكيف يجب أن نترجم التطور الاقتصادي والسياسي الذي يعرف المغرب بتطور اجتماعي ويجب أن تكون القدم الاقتصادية تسير إلى جانب القدم الاجتماعية أمامنا تحديات كبيرة ويجب أن نغطي على هذا النقص الحاصل في عدد من المجالات الاجتماعية بتسريع قوانين التي تواكب وتسير التطور الاقتصادي الحاصل في المغرب نعم سي خليد فتحي في هذا السياق دائما ونحن إزاء دخول برلماني جديد ربما البرلمان هو من ضر للنقاش السياسي هو كذلك طبعا مكان للتشريع لمراقبة الحكومة لمواكبة السياسات الحكومية لكن ربما في هذه الدورة يبدو بأن الوتيرة ستكون مكثفة وسريعة الأمر يحتاج إلى توفقات ربما بين الحكومة والمعارضة لكن من الناحية التقنية على كل حال الحكومة عندها الأغلبية ويمكن أن تمرر ما شاءت من القوانين أليس هذا صحيحا؟ هو في الحقيقة أن الحكومة تتوفر على أغلبية مريحة في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين وبالتالي ليس لها عضر في عدم تقديم كل النصوص أو مشاريع القوانين الاستراتيجية والصهر على المصادقة عليها أنا أعتقد بأن مشكلة الحكومة تختلف عن مشكلة المحارضة الحكومة هي بين نارين أن تقوم بتنزيل وعودها الانتخابية على أرض الواقع وفي نفس الوقت مجابهة التحديات الداخلية والخارجية لا ننسى أننا لازمنا في تداعيات كوفيد-19 أن هناك أزمة عالمية مترتبة عن الحرب والروسية الأوكرانية غلاء الأسعار غلاء المحروقات التحديات جبيرة لكن ربما طموح أكبر وطموح النموذج التنموي الجديد يعني لا يجب أن ننسى بأن السقف هو هذا النموذج التنموي الجديد رغم أن ربما تحديات المرحلية والظرفية تفرد إجراءات آنية ومستعجلة في العديد من القطاعات بطبيعة الحال فقط أريد أن أضيف أن المعارضة هي مطالبة بأن تجود العمل التشريعي مطالبة بأن تطور أداءها لكي لا تنتقل المعارضة إلى الشارع ولكي لا تضطر أيضا الأغلبية الحكومية إلى البحث عن احتواء واستيعاب مطالب الشارع وبالتالي على المعارضة أو على الأغلبية تحمل مسؤوليتهما أعتقد أن القوانين التي تنتظر المصادقة هي قوانين استراتيجية تندرج في إطار النموذج التنموي الجديد تنزيل قانون مشروع قانون المنظومة الصحية كذلك قانون الاستثبار كذلك هناك قوانين فرعية مترتبة عن قانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين هناك قوانين تهم الأمن الطاقي الإنتاج الذاتي للطاقة وبالتالي هناك تحقيات كثيرة مطروحة على عاتق نواب الأمة الذين عليهم أن يحسنوا صورة المؤسسة الشريعية ربما هذا دخول برلماني يعني متميز سي عبدالفتاح نعوم دخول برلماني على إقاع خاص هناك العديد من مشاريع القوانين المطروحة هناك الحاجة ربما إلى توافقات سياسية ما بين الأغلبية والحكومة داخل البرلمان رغم أنه من الناحية العددية الحكومة تستطيع أن تمرر ما شاءت من القوانين هل الحاجة فعلا قائمة إلى نقاش سياسي أم أن المرحلة تقسد التسرية بإخراج هذه القوانين بالعكس أنا أعتقد أنه بعد أكثر من سنة من عمر هذه الحكومة ودخول سياسي الحالي هو دخول سياسي في ضل ديمقراطية مستقرة وهادئة تسير بشكل طبيعي أنا أعتقد أنه ما يجري قد يلام أحيانا الزمن التشريعي والزمن الحكومي على التباطئ في إخراج بعض القضايا الآنية وبعض المشكلات الملحة الآنية الحالية لكن أيضا حينما نتكلم عن صناعة التشريع البطء قد يكون مفيدا لأن البطء أيضا يوفر فرصة للدراسة وللخروج بحلول دقيقة وعملية يعني الترقيع والإجراءات الترقيعية والمتسرعة حيثا قد تأتي بنتائج عكسية وهذا حالة في تاريخنا المنسي المزراري يعرفه وهذا كثيرا ويتابع الأمور بشكل جيد في أكثر من مرات تسرع قد يأتي بنتائج عكسية لكن أنا الذي ألوم عليه فقط هذه الحكومة وأعتقد أنه ينبغي تحسينه بشكل كبير جدا هو التواصل السياسي التواصل السياسي يعني هو انتقل التواصل السياسي إلى إخبار إخبار حكومي إخبار بما يجري فقط بلغة الإخبار وهذا ليس تواصلا سياسي نقص التواصل السياسي والتجدب السياسي هذا صحي حتى يتفق مع سيد خالد يعني أنه حتى المعارض الآن بدأنا للمحي يعني ربما كلا لدى السنة بعض الأوجه في المعارضة يعني يعني على مستوى البرلمان التي تتير النقاش يعني بشكل يأخذ الموضوعات نحو يعني جوانب وزوايا مختلفة غير مألوفة لكن أعتقد أنه هذا الجدل السياسي والنقاش السياسي وقدرة الحكومة على الإقناع لأنه المشكلة الآن التي أصبح عندنا وأنه إلى جانب يعني الشارع في الماضي كان الشارع قد أخذ مكان مجموعة من المنصات مثل النقابات ومثل يعني مجموعة من الأمور لكن الآن هناك مساحة التواصل الاجتماعي هذا خطر حقيقي يعني تروج فيه الشائعات الأكاذيب أحيانا يعني يتضاخم أو يتعظم على التواصل السياسي المطلوب الذي ينبغي أن يكون بالتالي ربما الحكومة يجب أن تكون في قلب هذا النقاش العمومي يجب أن تؤسس لنقاش عمومي يجب أن ترعى ربما هذا هو المصطلح معروف نقاش عمومي طبعا المنبر الأساسي هو البرلمان والنقاش الذي يدور بين مكونات المعارضة والأغلبية لكن هناك فضاءات يمكن أن يثار فيها هذا النوع من النقاش العمومي الذي يتوخى إشراك المواطن في صناعة السياسة العمومية هل تقدمنا على هذا المصار ربما نحتاج إلى المزيد من الوقت طبعا الحال يعني الاقتراح يعني العموم المغاربة وحتى يعني من خلال ما ضمنناه الدستورة 2011 لتقدم الاقتراحات والعرائد إلى آخره على الحكومة ولكن لا بد من إشارة إلى أن هذه الحكومة حكومة المال والأعمال هي حكومة بنا المغاربة كثيرا طموحاتهم عليها وأمليهم من أجل إخراجهم من الوضع الاجتماعي خاصة في قضايا الاجتماعية ولكن يحضيها أنها مع هذه الأزمات الدولية ومخلفة الكورونا إلى آخره دائما ترجع إلى يعني 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 مراجعة الميزانية لأكثر من مرة نظرة للظروف غير محسوبة ولكن هذا ما يمنعه لأنها تقدم اقتراحات يعني في مستوى تطلعات المغاربة لأنه كان كل أمل بني عليها بالإضافة إلى تحمل القطاع الخاص كذلك يجب أن نتحدث على أن المغرب يصير بسرعتين سرعة البوراق والأقمار الصناعية والمشاريع الكبرى ولكن نوح الإشكالات الجمائية كبيرة التي تأثر على السيرورة ديال النموذج التنموي الجديد الذي نريد أن نصلوله ونطبعه كم غاربة ودلك المغرب ممكن الذي نتمناه جميعا لكن هنا يجب إشراك القطاع الخاص أيضا لأنه القطاع الخاص اليوم معنا شركات مواطنة مع عدل الشركات التي تتساهم في المسائل الجماعية وكتضخ بعض الأموال من أجل تدبير القطاعات الجماعية في بلدنا عكس أن القطاع الخاص لا تلقى في دول متقديمة شركات كبرى تقوم بإعداد مراكز لرعاية الأشخاص المسنين أو مراكز لإدماج الشباب يعني مشاريع خاصة والجماعية بوحدة الفئات معينة يعني على عكس أنه ما نقاش كنا نعتمد على صندوق العام اللي هو خاصة نحمل بجميع المشاكل لأنه إذا نحافظ على الاستقرار للبلاد وأن هذا القطاع الخاص يتشغل في ظروف ملائمة لا بد ما أنه ينخرط كذلك القطاع الخاص إلى جانب القطاع العمومي من أجل تعاطي مع هذه القضايا الاجتماعية نعم سيمعروف في هذا السياق ربما وبالحديث عن الجانب الاجتماعي الحكومة تقول أنها طبعا مستعدة تعبر عن إرادة سياسية في حل الملفات المرتبطة بالحوار الاجتماعي سيد عبدالهدي كيف تقيم كل هذه الجولات الحوار الاجتماعي ما بين الحكومة والنقابات هل نتجع فهلا إلى أن يصبح الحوار الاجتماعي ممأسسا وخيارا اجتماعيا أساسيا هو طبعا الحكومة منذ توليها زمام الأمور كانت تصريحاتها كانت إيجابية تجاه النقابات وتجاه المطالب الشعبية خاصة أنها منذ البداية خلال الحملة الانتخابية رفعت شعار تحسين وضعية اجتماعية للمواطن المغاربة لكن ما يجب تسجيله هو أن نجيب على هذا السؤال المطروح وهل الحكومة حينما تتعاطى مع المطالب النقابية تفعل ذلك من أجل تحقيق الأغراض الاجتماعية لفائدة المواطنين كما تعهدت بذلك وفق برنامجها الانتخابي أم أنها تفعل ذلك لأجل ما يسمى بتأمين الأمن للسلم الاجتماعي فقط عند هذا الحد وهناك فرق كبير بين الحالتين وأرى أن الحكومة هي في ظل الإكرهات المطروحة طبعا التي عرفها شاهداء المغرب بعد جائحة كورونا وكذلك بعد تباعات الحرب الروسية في الأوكرانيا وارتفاع الأسعار وما نحن بصدد مواجهتي على الصعيد العالمي وهذه حالة ككل دولة كتعانيها وتتعامل معها بإمكانيتها وبأسليبها الخاصة قبل قليل تحدث الأخ عن وجود شركات وطنية إلى آخر أو مملوكة للدولة تتعامل بهذا المنطق الاجتماعي فرنسا حاليا وضعت يدها على الشركة الطاقة النفطية الكبرى وأعادت ملكيتها إلى الدولة نحن لا نريد أن نعود إلى هذا الوضع لأننا قطعنا مع الاقتصاد السوق ونحن بسطة تطوير وضعيتنا الاقتصادية فيه ما يجب القيم به هو أن تكون للحكومة نظرة اجتماعية واستراتيجية اجتماعية مؤمنة بها حق الإيمان حتى أنها في تعاطيها مع النقابة وفي التفاوض معها يكون لها أسس صلب وليس فقط من أجل من النحية العملية سي خليد فتحي كيف تقيم أجواء يعني إجراء هذا الحوار الاجتماعي ومن ناحية المخرجات كذلك هل تحقق شيء ما على أرض الواقع وفي الحقيقة تحققت أشياء كثيرة ولكن لا يلمسها المغاربة نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة على أين ما قامت به الحكومة من مأسسا للحوار الاجتماعي إن لم نجني تماره اليوم فسنجنيها دائما في المستقبل المنظور الآن هناك جولتان للحوار الاجتماعي الجولة كانت تتم قبل فاتح ماء وبالتالي تتوج دائما باتفاق في نهاية شهر أبريل والآن هناك جولة شوتنبر التي تتم قبل وضع قانون المالية وبالتالي هذا إجراء عملي يمكنه الحكومة من تضمين قانون المالية بعض هواجس الطبقة الشغيلة وبعض مطالب الطبقة الشغيلة كذلك هناك الآن أمر آخر إيجابي وهو الالتزام بأجال محددة لحل بعض الإشكالات الكبرى وبجدولة زمنية للإصلاحات الهيئة الهيئة الكبرى هناك قانون الإضراب الذي ضرب له موعد في يناير 2023 قانون إصلاح التعاقد الذي اضطررنا مرة أخرى إلى مناقشته من جديد لأن الإصلاح الأول لم يكن إصلاحا جدريا وبالتالي لم يكن حلا مستداما كذلك هناك قانون النقابات الحكومة على الأقل وأنا لا أدافع للحكومة في هذا الصدد على الأقل هي قد وفت بما التزمت به ما بين شهر ماي وشهر الشتنبير هناك رفع الحد الأدنى من الأجر وإن لم يحس بها المغاربة هناك أجواء إيجابية هناك أيضا مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارات التي لها عدد صغير من الموظفين وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع العام هناك بعض الإنجازات على الأقل على المستوى القانوني لفائدة بعض الشغيلة ننتظر أن تكون النقابات أيضا مسؤولة أن تأتي باقتراحات وأن يكون هناك تواصل وهذا سيؤدي على الأقل إلى أن نضع المغرب على سكة إصلاح عميق للمجالي الشهر ونحن في نهاية هذه الحلقة أن جولات الحوار الاجتماعي التي جرت حققت شيئا ما ملموسا على الأقل كما قال سي خليد فتحي على الصعيد العملي هناك مأسسة للحوار الاجتماعي هناك مناخ يبدو إيجابيا في هذا السياق لكن من الناحية العملية والإجرائية هل تحققت بعض الوعود التي قدمتها الحكومة على أرض الميدان أم أنه ربما الأمر يحتاج إلى مزيد من الجوالات السيء معروف بطبيعة الحال الزيادة صندوق التقاعد والضخ 7 مليار درهم لهذه العملية وليش بالشيء الهيين ولكن بالرغم من القلة تزامن مع الزيادات العالمية وفي المواد الأولية والبيترولية التي أثر على المعيش لهم ولكن تبقى هذه نسبة 5% التي صادق عليها المجلس الإداري سنة 2019 ومؤخرا من تفعيل ديالها على حد الأدنى هي ميدرهم لكل يعني لحد الأدنى للأجور وبرغم من قلتها إلا أنها مهمة يعني بدلا وأنها تكون سنوين بدلا ما تكون أنها لمدة ربع سنوات تكون بهذه القيمة بالرغم أن هذه الحكومة هي بين مترقتين مترقت ديال كيف تحفظ على الأسعار لكن من 1 إلى عشرة كيف الحكومة في الحوار الاجتماعي لديها طموح كبير من 1 إلى عشرة برغماتية أنا أعطيها مقارنة مع الحكومات السابقة يعني مستوى متقدم لا بأس فيه 7 إلى 10 7 إلى 10 طيب سي عبد الفتح نعوم بالنسبة إليك من الناحية العملية هل تحققت بعض المنجزات في هذا السياق وما تقييمك في هذا السلم من 1 إلى 10 أنا في نظري أن الحكومة الحالية عندها إكراه مهم جدا وأنها سقف الانتظارات عالي جدا والعنوان الأبرز الذي يوضع لهذه الحكومة في برنامجها وأيضا حتى المرحلة التنموية التي وصل إلى المغرف ما يتعلق بمسألة الاجتماعية بعد الإنشاءات والبنية التحتية العملاقة بعد ما كان جاء في تقرير الخمسينية بعد حتى الدستور الجديد أوراج كبرى يعني التنموية وعرفها المغرب في النموذج التنموية الجديد والسياق الحالي وبعد ظروف كورونا الحكومة وضعت عنوين هي استفادة مباشرة لفئات شعبية واسعة فيما يتعلق بالرفع من تعويضات عن الهشاشة التغطية الصحية المواطن المدى لم يلمسوا هذا ستبقى دائما الحكومة مكبلة بهذا العنوان السياسي طيب بالنسبة إليك من واحد إلى عشرة ما تقييمك لا ليس صعب علي أنه واحد تقييم طيب السية عبدالهادي كيف تقيم بالنسبة إليك وصراحة من الصعب النصدر تقييم لعمل الحكومة على المستوى الاقتصادي باستحضار الإكرهات طبعا باستحضار الإكرهات أقول بأنه في حدود المتوسط بكل صراحة خمسة على عشرة الرقم يكون صعب ويكون مشحف في حق الحكومة إذا قلنا خمسة وعشرة هناك تحدية كبيرة جدا من باب الإنصاف سي خالد فتحي هناك مجهود كبير يبذل وهناك تحدية كبيرة سياق دولي وأشياء كثيرة تحدثنا عنها لكن بالنسبة إليك كيف تقيم أداء الحكومة في جانب الحوار الاجتماعي في جانب الحوار الاجتماعي أنا لن أضع تنقيطا للحكومة ولكن سأضع لها تشبيه هي في هذا المجال المجال الحوار الاجتماعي أشبه ما تكون بفريق كرة يلعب الكرة تجيدا ولكن يجد صعوبة في تحقيق تسجيل الأهداف نتمنى طبعا أن تسجل حكومة الأهداف وتحقق الأهداف والغايات الكبرى الغايات الاجتماعية والاقتصادية طبعا بتضافر جهود البرلمان وبتضافر جهود كل القوى الحية والمواطنين المغاربة نقول لكم في نهاية هذه الحلقة شكرا ضيوفنا الكرام على المشاركة شكرا لكم مشاهدين في كل مكان على متابهة هذه الحلقة بكل هدوء الخبر الأدق والتحليل الأعمق نلتقي في الأسبوع المقبل إلى اللقاء اشتركوا في القناة